موسيقى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونثني عليها الخير كله نشكره ولا نكفره ونترك ونخلع من يفجره أيها الإخوة الأكارم أيتها الأخوات والمشاهدات الشيخ ممكن نعوده من الأول عودة عودة بداية تحب ديت خطبة نبدأ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وسلك طريقه واتبع هداه أما بعد أيها الإخوة المشاهدون أيتها الأخوات المشاهدات أينما كنتم وحيثما كنتم سلام الله عليكم أجمعين روى الإمام مسلم عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل رضي الله عنه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة أي من اليمن لأن حضرموت مدينة باليمن وكندة قبيلة من قبائل اليمن جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا أي الكندي إن هذا غلبني على أرض لي أي أخذ أرضي وغلبني عليها وغصبها مني فقال الكندي هي أرضي وفي يدي ليس له فيها حق يا رسول الله هي أرضي وتحت يدي أتصرف فيها وأفعل فيها ما أشاء وليس لهذا الحضرمي حق في هذه الأرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي وهو المدعي في هذه القضية ألك بين ألك حجة على ما تقول على ما تدعي أن هذه الأرض التي يستعملها الكندي أرضك فقال الحضرمي لا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلك يمينه أي لك أن يحلف الكندي على ما يقول فإذا حلف فالأرض أرضه وليس لك شيء فقال الحضرمي يا رسول الله إن الرجل فاجر أي كاذب لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء يذكر بأن هذا الرجل الكندي رجل فاجر لا يخاف الله رب العالمين ولا يتورع من شيء وليس يهمه أن يحلف على زور وباطل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك منه إلا ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام قاضم والقاضي إنما يحكم بالبينة والظاهر وليس له شيء آخر قال رضي الله عنه الصحابي الذي روى الواقعة قال فانطلق أي الكندي ليحلف أي ذهب ليحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر أي لما ذهب لئن حلف على ماله أي لئن حلف الكندي على مال الحضرمي ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض إذا حلف ليأكل مال أخيه ظلما وباطلا سيلقى الله رب العالمين وهو عنه معرض أي لا يبالي به ولا يهتم به وإنما يحتقره ولا ينظر إليه ولا يرحمه نعوذ بالله من سوء الأحوال أيها الأحبة هذه الواقعة التي رواها وائل رضي الله عنه فيها فوائد من فوائدها الجليلة تحريم مال الغير مال الغير حرام سواء أكان نقدا أم ثوبا أم بيتا أم أرضا أم أي متاع آخر فمال الغير فمال الغير حرام لا يحل لك إلا بإذنه وعن طيب نفس منه وأكل مال الغير ظلما وباطلا من كبائر الذنوب نسأل الله السلامة فمن أتى شيئا من ذلك فعليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا وأن يرد الحقوق لأصحابها من فوائد هذه الواقعة التي حكاها هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه أن الاستيلاء على أرض الغير ظلما لا يجوز لا يجوز للمسلم أن يستولي على أرض غيره ولو كانت مقدارا صغيرا ولو كانت مترا أو نصف متر مربع فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين يوم القيامة من ظلم قيد شبر أي مقدار شبر جاء يوم القيامة يحمله طوقا في عنقه بمقداره من سبع أراضين فكيف بمن يظلم أمتارا ومئات الأمتار بل كيف بمن يظلم هكتارات وكيلومترات نسأل الله السلامة كيف سيلقى الله رب العالمين وكيف سيكون موقفه بين يدي الله رب العالمين أيها الأحبة هذه الواقعة تعلمنا أيضا أن حق الغير لا يسقط بالتقاتم لا يسقط بمرور الزمان فهذا الكندي الذي أخذ هذه الأرض واستولى عليها وراح يستعملها منذ مدة طويلة ذلك لم يجعله المالك الشرعي لهذه الأرض والأرض بقيت للرجل الحضرمي ولذلك لا يظنن أحد بأن العين المحرمة مالا كانت أو أرضا أو بيتا أو شيئا آخر تصبح حلالا له أو لغيره بمرور الزمان فالعين المحرمة